بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء الاربعاء هذا اللقاء يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ نشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج أهلا ومرحبا يا شيخ صالح حياكم الله وبركاته فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما الفضل المترتب على تعلم العلم الشرعي وهل لابد من النية الصادقة في تعلم العلم الشرعي وهل كل إنسان لابد أن يتعلم ذلك أو أنه يسقط عن الباقين وبماذا تنصحون طالب العلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن العلم الشرعي وروري للأمة جماعة وأفراد لأنه يهديهم إلى الطريقة الصحيحة للعبادة توحيد الله عز وجل اتباع السنة شناب البدعة فلابد من العلم الشرعي ولذلك رغب الله سبحانه وتعالى في تعلم العلم الشرعي فأعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك وللمؤمنين هو المؤمنات قال سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم العلم الشرعي حيث قال صلى الله عليه وسلم وما جلس قوم في بيت من بيوت الله تلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع طلب العلم على قسمين قسم الأول لا بد منه لكل مسلم فرض عين على كل مسلم نعم وهو ما لا يستقيم دينه إلا به كأن يتعلم أركان الإسلام وأركان الإيمان والقسم الثاني ما تحتاجه الأمة حاجة كلية لكن إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وذلك كتعلم أحكام المعاملات وأحكام الحلال والحرام وأحكام الجنايات والحدود والقصاص وكذلك وكذلك أحكام القضاء كل هذا تحتاجه الأمة ولكن إذا قام لي أنه ما يتيسر لكل أحدا يتعلمه ولهذا قال جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فلم يوجب على الناس كلهم أن يذهبوا لطلب العلم العام الذي تحتاجه الأمة في معاملاتها وفي جميع شؤونها وإنما ندب إلى هذا طائفة فرقة من كل طائفة تقوم بهم الكفاية فالحاصل أن طلب العلم لا بد منه ولنعلم أن طلب العلم لا يكون إلا على العلماء الراسخين لا يكون طلب العلم على المتعالمين الذين يأخذون علمهم عن الأوراق وعن الكتب والمطالعات أو يحفظون المتون ويحفظون الشروح ولكنهم لا يفهمون ما فيها إنما هم كآلة التسجيل سجل الأشياء لكن لا تفقهها فلا بد من الفقه في الدين الله جل وعلا قال ليتفقه في الدين والفقه هو الفهم الفقه هو الفهم وهو فهم الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية وهذا إنما يقوم به أهل العلم تعلمونه ويعلمونه للناس فلا يجوز لأحد ينعزل عن العلماء ويجعله مكتبه ويطالع فيها أو يحفظ ما شاء أن يحفظ هذا كله خطوة أولى إذا وقف عندها لا تنفعه شيئا لا بد من الخطوة الثانية وهي أن يتفقه في دين الله عز وجل على أيدي العلماء الذين يبينون له الأحكام الشرعية على الوجه المطلوب وكذلك لا يتعلم طالب العلم على المتعالم أو على جاهل مثله فإن الخوارج والمعتزلة لما اعتزلوا عن الصحابة عن علماء الصحابة وانحازوا مع أشباههم من الجهال حصل منهم ما حصل على الأمة الإسلامية لسوء فهمهم ولهذا يقول الإمام بن القيم فيهم ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان فلابد من تلقي العلم عن أهله المعروفين به لا من كل أحد قال بعض السلف إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم انظروا المعلم الذي تأخذون منه دينكم يعني علمكم هل هو من أهل العلم هل هو من أهل التقوى أو غير ذلك فلأن المتعلم يقتدي بمعلمه فإن كان معلمه متقنا وصالحا تأثر به وإن كان معلمه جاهلا أو غير مستقيم على علمه فإنه يضر تلاميذه نعم وأشهر فضيلة الشيخ الكتب التي يرجع لها طالب العلم بعد أن يقرأ على شيخه الشيخ هو الذي يبين له الكتب التي تصلح له فكل عالم يبين لطلابه الكتب التي سيشرحها لهم ويوضحها لهم هذا إذا كانوا يطلبون العلم في المساجد نعم وفي حلق المساجد على العلماء أما إذا كانوا يطلبون العلم في دور العلم في المدارس المعاهد والكليات هذه فيها مقررات في كل فن فعليهم أن يهتموا بهذه المقررات ويصعوا لشروحها من المدرسين فلابد من هذا نعم والأثر الشيخ صالح المترتب على طلب العلم الشرعي الأثر عظيم أثر من ناحية الأجر والثواب نعم سهل الله له به طريقا إلى الجنة وكذلك يكون على هدى فيما يأتي وما يترك يكون على علم لا عن جهل وكذلك ينفع الناس ويبذل العلم لهم ويبين لهم أحكام دينهم فالأمة إذا كان فيها علم مستقيمون فإن الأمة بخير الحمد لله فإذا فقد العلم تضيع الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا انتزعه من صدور الرجال وإنما يقبض العلم بموت العلم حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا هذا هو الأثر الذي يترتب على أهل العلم وعلى أهل الجهل هنا أحسن الله إليكم وبرك فيكم فضيلة الشيخ هذا الأخ أبو عابد يقول أنا أريد الحج هذه السنة وأسأل الله أن يتقبل من الجميع من عليه دين هل يلزمه الحج الذي عليه دين ولم يحج حجة الإسلام أو يريد أن يأتي بنافلة الحج ينظر فإذا كان عنده مال يتسع لسداد الدين ويتسع لتكاليف الحج إنه يحج وحيث يؤمن للدين ما يسدده أما إذا كان المال الذي عنده قليلا لا يفي إلا بالدين فإنه لا يحج بل يبدأ بالدين لأنه غير مستطيع الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والسبيل هو الزاد الذي يبلغه الحج ويرده تكاليف الحج وكذلك يكون عند أهل بيته ما يكفيهم إلى أن يرجع إليهم نعم أحسن الله إليكم فقرته الثانية في هذا السؤال الشيخ صالح يقول بأنني أريد الحج كما ذكرت لكم وقرأت عن الأنساك الثلاثة الإفراد والتمتع والقران لو حججت مفردا هل يتساوى الأجر بالقارن والمتمتع لا المتمتع أفضل ثم القارن الذي ياتي بنسكين حج وعمر أفضل من الذي ياتي بين نسك واحد وهو الحج نعم أحسن الله إليكم ونذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ صالح في فتاوى على الهوى الأخ أبو عبد الله يقول الهدي النبوي للرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وما هي الأعمال المشروعة في العشر يعني عشر للحج نعم الشيخ الأعمال المشروعة في العشر أو آخر كله عمل صالح الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد بل إنه أخبر أن هذه العشر العمل فيها هو خير الأعمال وأحب إلى الله عز وجل قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ما من أيام العمل فيهن خير وأحب إلى الله من هذه العشر ولم يحدد صلى الله عليه وسلم عملا خاصا ولكن التكبير في هذه العشر التكبير المطلق ويذكر الله في أيام معلومات وهي العشر في التكبير والتهليل وكذلك استحب صيام هذه العشر يعني تسعة أيام آخرها يوم عرفة إلا الحاج فإنه لا يصوم يوم حرفة بل يكون مفطرا وكذلك نوافل الصلوات وجميع الطاعات لها فضل في هذه العشر نعم أحسن الله إليكم من الأسئلة التي وردتنا يقول هذا السائل الشيخ ما المقصود في الحب في الله والبغض في الله وكيف يكون ذلك مأجورين المقصود أنه يحب المرأة لا يحبه إلا لله ما يحبه لأجل طمع دنيا أو يحبه لأنه من جماعته فقط أو لأنه قريب فقط وإنما يحبه في الله عز وجل تقربا إلى الله وحبا في أخيه المؤمن هذا هو الحب في الله والبغض كذلك لا يبغض على حسب هوى نفسه وإنما يبغض من يبغضه الله والله يبغض الكفار والمنافقين والفاسقين فهو يبغض من يبغض الله عز وجل إلا أن المؤمن العاصي يجتمع فيه محبة ويجتمع فيه بغض فيحب لما فيه من الإيمان ويبغض لما فيه من المعصي أما المنافق والكافر فإنهما يبغضان بغضا خالصا ليس معه حب نعم نستأذنكم فضيلة الشيخ بهذه الاتصالات ونبدأ باتصال الأخ أبو مشاري من الرياض فضل أخي أبو مشاري سلام عليكم أبو مشاري معنا تفضل السلام عليكم عليكم السلام مرحب ومساك الله الخير بسعالكم الله الخير ممكن تكلم الشيخ الله يتقول عنك تفضل الله يحييك يسمعك تفضل كيف حالكم الله يحفظك سؤالك الله يحفظ يا شيخ كنا العام الماضي مسافرين أنا وأولادي وبعدين طهن عمرك صلينا داخل اللي قال هذه مدين صالح ما حكوا صلاتنا صلينا الظهر والعصف طيش أنتم تعرفون مدين صالح وحدودها نحن نداخلين من داخل الله يحفظك ولكن إما جاءت الصلاة وصلينا وقال لنا ناس فيما بعد قالوا ما يجوز أن تصلون داخل المدينة ما دام صليتم وأنتم لا تعلمون ذلك الله يعفو عنكم ولكن لا تعودون لمثل هذا ولكن إذا عرفتم حدود مدين صالح أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ تقول هذه الأخت إذا نزلت الدورة على المرأة وهي لم تصلي العصر هل يلزمها أن تعيد الصلاة إذا طهرت إذا دخل عليها وقت العصر نعم وحاضت بعد دخول الوقت فليس عليها شيء ليس عليها شيء لأنها لم تتمكن من الصلاة نعم أحسن الله إليكم شيخ صالح كثيرا ما نسأل من الأخوات في قضية الطهر بعض النساء قد تزيد يعني الأيام عليها وبعضها قد تنقص كيف تحدد موعد دورتها شيء ما دم عليها دم نعم وهو بصفات دم الحيض نعم فإنها تكون حائضا وتجلس فيها لأن الحيض يزيد وينقص ويتأخر ويتقدم ويتغير فما دم عليها الدم بصفاته ولم يتجاوز خمسة عشر يوما فإنها حيض تجلس من أجله نعم أحسن الله إليك الأخ مزيد معنا تفضل تفضل مزيد السلام السلام يا شيخ الله ليهينك عندنا سؤال الله يبارك فيك تفضل السؤالين السؤال الأول أنا عندي مزرعة بالحناكية وتبعد عن كيلو بالضبط عن المدينة تبعد كم مئة كيلو نعم مئة كيلو عن المدينة هل يجوز لأن نقصر ورجع بنفس اليوم يومين في الأسبوع نعم تقصر وتجمع في الطريق ما بينك وبين المدينة لكن إذا وصلت المكان أي مكان نفس المزرعة أنا أطلع من المدينة إذا وصلت المكان ننتهى السؤال يا أخي طيب أحسن الله إليكم شكرا للمتصل ما زلنا مع اتصالات الإخوة الأخ محمد تفضل أخي محمد السلام عليكم السلام عليكم حتى ما حد يتكلم بالشيء هذا أنا أود أن الشيخ تجي منه نصيحة لعل الله يا فعبة الواجب على المسلم شرب الدخان مع بياني حكمه هل ينقص من أجره إذا شرب هذا الدخان دخان معصية لأنه محرم نعم ولا يشك في هذا أحد في تحريمه بعدما تبينت أضراره تشخصت فاته عند الأطب كلهم أجمعوا على أنه مضر وأنه يسبب أمراضا خطرة مع ما فيه من كراهة الرائحة والأثر على الجسم وتبذيل الأموال بدون فائدة فهو محرم من عدة وجوه إذا شربه فهو عاصم وهذا ينقص من دينه المعصية تنقص الدين الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية شرب الدخان معصية ينقص إيمانه نعم أحسن الله إليكم يقول الأخ ما فضل الدعاء يا شيخ وإذا طلب مني سائل أن أدعو له هل أستجيب له وهل ورد شيء عن هذا من السلف الدعاء هو العبادة كما في الحديث الدعاء مكانه عظيم والله جل وعلا أمر به في آيات كثيرة ووعد أن يستجيب فالدعاء أعظم أنواع العبادة وفي الحديث الدعاء هو العبادة وإذا أوصاك أحد بالدعاء له فادعو له وادعو له النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه لما أراد العمرة وجاء يستاذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك إذا أوصاك أخوك أن تدعو له تدعو له حتى ولو لم يوصك تدعو لنفسك ولوالديك ولإخوانك المسلمين نعم أحسن الله إليكم وبركة فيكم ما زلنا مع اتصالات الإقوة والأقوات نأخذ اتصال الأخ علي من أبهد فضل أخي علي السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله السلام عليكم الله بل كيف حياك الله تفضل أسأل الله يحفظك عن الديات 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 عانت مئة وصارت ثلاثمئة في الخطأ ومئة وصارت أربعمائة للعمل نعم ما أدري هل يتشمل السيارات مثلا أو لبتل من السلاح أو حاجزي كل القتل يا أخي كل القتل وكل الحوارف اللي تسبب عنها موت ففيها الديات وعلى ما تقرر في الخطأ والعمل وشبه العمل نعم أحسن الله ما الذي كان حاجز قبل الأمر يا شيخ الله أحفظه هذا يروح إلى المحكمة هذا عنده المحكمة طيب شكرا لك أخي علي عبد الله من الريال تفضل أخي عبد الله السلام عليكم عليكم السلام الله يجزي خير التأمين الطبي يا شيخ إذا كمثلا طلبوا على الألف ريال مئة ريال فقط نعم يجوز لأنه يتعالج منهم نعم الحين التأمين الطبي يطلبون مثلا تكلفة العلاج ألف ريال هم يطلبون مئة ريال فقط يا أخي التأمين كله ما يجوز لا الطبي ولا غيره لأنه أكل المال بالباطل وإذا أحتجت للعلاج عالج على حسابك لا على حساب الناس نعم أحسن الله إليك شيف هذا استفتيكم الشيخ صالح حفظكم الله في دفع قيمة الأضحية نقودا وهل تجزي إذا أرسلها إلى الفقراء والمساكين هذه لا تكون أضحية تكون صدقة الأضحية أن تذبح وتقرب إلى الله بذبحها وتكون في البيت في بيت المضحي وعند أولاده وأهله هذه السنة في الأضحية وليست المراد منها دفع النقود المراد منها التقرب إلى الله بالذبح في هذه الأيام أيام أيام الذبح لو كان المراد التصدق هذا ما ما يختص بأيام الإضحى التصدق مفتوح في كل السنة في كل الأيام فلا تغير يا أخي السنة وتغير الشريعة بحجة إن هذا أحسن للناس وهذا لا ما يدخل الأفكار والآرة في الأمور الشرعية تبقى على ما هي عليه نعم أحسن الله إليك الشيخ قال لك عبد الله من جدة تفضل يا أخي عبد الله عليكم السلام فضل عبد الله لا بس هذا منك تسير في الطريق فإنك فإنك تترخص يرخص السفر لأنك مسابر ولو رجعت إلى منزلك نعم يقول الشيخ إذا تحرك الإنسان وهو في المسجد وهو يصلي مع الجماعة بأن يمسك بولده الصغير معه هل في ذلك شيء؟ الحركة اليسيرة لحاجة لا بس لا سيما إذا كانت لضبط الولد الصغير عن العبد نعم لا بس يسأل فضيلة الشيخ عن قراءة إذا ترك الإنسان التشهد الأول ماذا يلزمه؟ يلزمه سجود السهو إذا اعتمد قائما فإنه يستمر ويلزمه سجود السهو في آخر الصلاة قبل السلام وإذا لم يعتمد قائما وذكر فإنه يرجع يأتي بالتشهد الأول وليس عليه شيء نعم فضيلة الشيخ وردنا هذا السؤال يقول الأخ فيه نحن من عادتنا أن نصوم أول يوم من رجب نظر لبركة هذا الشهر هل ورد في صيام أول من رجب شيء؟ لا شيء ولا يخص رجب بصيام لا أوله ولا وسطه ولا أي أيام منه لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخصيص رجب بعبادة من العبادات لم يثبت دليل نعم يقولي شيخ بعض المرات نسافر ونسكن في الشقق ولا يكون معنا سجدات وتكون الشقق مفروشة هل نصلي عليها مع أننا لا نعمل لا ندري مدى طهارة ذلك الأصل الطهارة ولله الحمد ما دام لا تشاهدون عليها نجاسة نعم ولا تعلمون أنها نجسة فالأصل الطهارة صلوا عليها نعم أحسن الله إليكم من أسئلة السائل يقول فضيلة الشيخ تركت زكاة المال عدة سنوات وذلك لأنني لم أجهل الحكم وتعمدا مني وأريد أن أخرج هذه الزكاة زكاة مالي بعد خمس سنوات فضيلة الشيخ ماذا يلزمني يلزمك التوبة إلى الله والاستغفار وأن تخرج الزكاة كاملة عن جميع السنوات لأنها دين في ذمتك نعم يقول ما حكم الشراء من الثلاجات التي في الشوارع تضع مثلا ريالا تخرج لك بيبسي بارد مع كون البائع غير مكلف لا بأس بذلك لأنني وضع هذا مكلف اللي وضعها صاحبها هو مكلف هذه آلة تقوم مقام صاحبها نعم السائل أبو إبراهيم الشيخ يقول بالنسبة عند نزول المطر ما السنة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك وما الدعاء المأثور السنة أن يدعو بالدعاء المأثور اللهم صيبا نافع ويدعو بذلك اللهم زد وبارك واجعله صيبا نافع وإذا كثر المطر خيف الضرر فإنه يدعو ويقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم تفضل يا أخي يحيا من الرياض تفضل يا أخي السلام عليكم ويقول كذلك مطيرنا بفضل الله ورحمته نعم السلام عليكم عليكم السلام يا شيخ الله إزاك الخير اعتمرت أنا زوجتي رمضاني اللي فات كان في زحمة في الصحن ما قدرنا نصلي وراء خلف المقام باشرة صلينا في محل بعيد كملت عمرتي أنا وزوجتي وبعد السعي رجعنا حصلنا في محل وراء المقام باشرة صليت أنا وزوجتي وش حكم ذا يا شيخ تكفي الصلاة الأولى الله يسلمك ما يخالف صل في أي مكان يتيسر لك ما هو لازم عند المقام ما دمت صليت فالحمد لله يكفي هذا الله إزاك خير يا شيخ طيب أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وردنا هذا السؤال للتوب الفاكس يقول في السائل فضيلة الشيخ صالح جزاكم الله عنه وعلى المسلمين خير الجزاء على ما تقومون به من إفتال السائلين لقد نويت شراء سيارة عن طريق إحدى الشركات المصرفية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك طلب من البنك إحضار عرض تسعيرا للمركبة المراد شراءها بعد ذلك يقوم البنك بشراء السيارة المطلوبة وبيعها لي بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك هذا باطل يا أخي الإيجار المنتهي بالتمليك عقد باطل صدر فيه قرار من هيئة كبار العلمة منذ سنوات بتحريمه وعمم ونشر فلا يجوز هذه المعاملة لا تجوز فليتقوا الله في أنفسهم وبالمسلمين أعلن هذا وعرفوه نعم الشيخ الذي أبرم عقود سابقة تبطل تبطل نعم أحسن عبد العزيز من جدة تفضل عبد العزيز تفضل عبد العزيز عليكم السلام أشك الله بالخير الشيخ أشك الله بالخير أنا عقب ما توفى الوالد وجدت في الصندوق مصحف مخطوط له ثلاثمية سنة نعم لكن مكتوب عليه وقف أي وهم مخطوط مذهب الحين هو وقف وقف لا يجال وقف طيب وش الحل الآن قام مذهب ويتيب كيمة وش نسوي لا ما يباع طيب وش الحل هذا ما ما يباع الحل أنك تذهب لمكتبة عامة من المكتبات العامة لتقبل المخطوطات تعطيهم إياه على أنه وقف مكتبة حكومية نعم حكومية لو سلمت المسجد النبوي مثلا هو موقوف المسجد النبوي لو سلمت المسجد النبوي مثلا سلمه المكتبة المسجد النبوي لكن ما يمكن بيعه أبد لا يجوز بيع الوقت لا يجوز الله عزاك خير شكرا شكرا لك بارك الله فيك فضيلة الشيخ يقول هذا لدي أرض لم أعدها لم أجعلها للبيح حاليا إنما سأتركها حتى ترتفع الأسعار فهل فيها زكاة أم الزكاة عند عرضها للبيع يا أخي أنت ناويها للبيع لكن تقول أنتظر حتى يرتفع السعر هذا نية للبيع فتجب الزكاة بداية من نية البيع من النية إذا مضى عليها حول بعد نية الزكاة يزكيها نعم أحصل الله إليك معنا المتصل من؟ تفضل تفضل نعم سلام عليكم منييف من جدة تفضل كيف حالك كيف يا شيخ عندي تولس تفضل أنا نويت من العمرة من الباحة بس ما نويت أني على طول أروح مكة نويت أروح جدة وأجلس فيها فترة مثلا أسبوع وبعدين أروح مكة أخذ عمرة ما تروح للمكة يا أخي أقول ما تروح للمكة يا أخي ما تروح للمكة تروح للميقات اللي تعديت بما جئك من أنا أقول لك أخذ عمرة على طول اسمع يا أخي تروح للميقات الذي تعديت يوم تجي من الباحة تحرم منه أحسن الله إليكم تفضل يا أخي إبراهيم معنا على الخطة أيضا تفضل السلام عليكم أعيكم السلام مرساك الله بالخير يا شيخ عبد الكريم الله يحييك معك الشيخ صالح تفضل تفضل سؤالك سؤالي للشيخ صالح سلام عليكم يا شيخ صالح السلام ورحمة الله سؤالك أبراهيم حججت يا شيخ صالح الله يحييك عن والدي ووالدتي وهم مرضى لا يستطيعون يخشوا دورة المياه وانتا بكرامه البلو والبراز مطلوق عليهم منطب كرامة ما يستطيعون أصلا يخشوا للحمام إلا بمساعدة فحججت عن والدي في سنة وحججت عن والدي في سنة ومازالوا لحد الآن على وضعهم لكن هم ما حجوا أولا هم على كيف الحياة؟ أقول ما حجوا من قبل؟ لا ما حجوا من قبل يا شيخ صالح لا ما حجوا من قبل ولا يستطيعوا الحج ليه؟ ما يستطيعوا لا ماديا ولا جسديا ما عليهم حج إذن؟ الحمد لله إذا كانوا ما يستطيعوا ماديا فهم ما عليهم حج وأما جسديا فيحجوا بهم محمولين يا أخي الحمد لله وهو حج عنهم سنة الولد سنة والأم سنة ما أدري عن حالته نعم بارك الله فيكم وفضيلة الشيخ ما زلنا مع الإخوة والأخوات في برنامج فتاوى على الهواء من مصر سائل يقول يا شيخ هل تأثم الفتاة أو الفتاة إذا قرر عدم الزواج؟ نعم يأثم إذا كان عليها خوف من الفتنة فإنه يجب عليه الزواج لأجل لا يقع في الفتنة أما إذا كان لا يخاف على نفسه من الفتنة فالزواج في حقه مستحب إذا كان عنده شهوة لكن لا يخشى على نفسه من الفتنة فهو الزواج في حقه مستحب ولكن لا أحد يأمن من الفتنة فعلى كل حال الزواج ما دام يستطيع فإنه يتزوج قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء والله جل وعلا قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله نعم أحسن الله إليكم الأخ بو علي يقول أرجو من الشيخ في هذا البرنامج وهذا المنبر أن يوجه حفظه الله كلمة لتارك الصلاة أو المتساهلين فيها مأجورين الصلاة هي عمود الإسلام فالذي يتهاون بالصلاة متهاون بالإسلام والإسلام لا يقوم إلا على الصلاة مثل البيت لا يقوم إلا على عمود النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام عموده الصلاة وذرة سنامه الجهاد في سبيل الله والله جل وعلا قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقلهم ثابتا حتى ولو كان لا يستطيع القيام والركوع يصلي على حسب حاله قال صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب وفي رواية فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة فلا تسقط الصلاة بحال ما دام عقل المسلم باقيا ولكنه يصلي على حسب حاله نعم أحسن الله ليكم معنا عيد من طبر جلد تفضل يا عيد السلام عليكم السلام عليكم حيكم السلام صعب خير يا شيخ حياك الله أعطيك العافية يا شيخ وياك يا شيخ عندي ثلاث أسئلة لو تكرمت نعم سؤال الأول عن الأضحية بالأقصاد أنا ناوي إن شاء الله ضحي طيب بالنسبة للأضحية هل تجوز أو لا تجوز السؤال الثاني أصبر سؤال الثاني عندي صدره بالبيت نعم ورغبني أقطعها شجرة شجرة صدر عندي بالبيت شجرة صدر نعم أبغى أقطعها عندي بالبيت أبغى أشيرها هل فيه مانع هل فيه تجوز أو لا والسؤال الثالث أسؤال الثالث عن النمل يا شيخ بقى börjar لبا بيت طيب قاتلى النمل بالبيت حنا عندنا نمل والله هناك رأي الشيخ نحن نريده أو شيء وبرضه موذينه واضح شكرا لك يا عيد الأضحية بالأقصاط الأضحية بالأقصاط إذا كان يستطيع السداد فهي مستحبة هي ليست واجبة ما يلزمها أن يضحي لكن إذا كان استطيع التسديد في وقت آخر لا بس لذلك لأنها شعيرة عظيمة وأما نعم يقول عنده شجرة سدر سدر لا بس اللي تتأذى منه أزله وبالنسبة للنامل في البيت النامل إذا لم يندفع إلا بإبادته تعمل له المبيد الذي يريحك من شره وإذا كان يندفع بغير ذلك تدفعه شيخ يعني يدخل في ذلك الصراصير وغيرها من الحشرات لا ما يدخل لأن الصراصير مؤذية ومكروهة مهي أين عنه أحسن الله إليك شيخ نأخذ ماجد معنا تفضل يا ماجد السلام عليكم السلام عندي سؤال سمعت للنسبة السامين الطبي هل تعريمه داخل في الرباء وإحنا ملزومين فيه من الشركات يعني طيب أنا استخدمت قبل كده بش عليها الحين أقول ما يجوز يا أخي تركه طيب هل شيخ تعريمه داخل في الرباء يا أخي حرام ولا عليك بس الحمد لله طيب إحنا ملزومين فيه يا شيخ لا ما أنتم ملزومين فيه كل الناس عايشين بلني تأمين طيب بارك الله فيك فضيلة الشيخ هذا الأخ السائل يسأل عن الزواج بنية الطلاق ما حكم الشريعة فيه رخص فيه بعض العلماء ولكن صار الآن وسيلة للتلاعب بالنكاح نعم بما يسمونه زواج المصيف وزواج المسفار وما أدري صار الزواج العوبة يبيت عند هذه الليلة أو الثانية أو الصباح وهكذا ويتلاعب بالفروج في هذه الطريقة وهو ليس له رغبة في النساء وإنما له رغبة في قضاء الشهوة فهذا لا يجوز نعم أحسن الله ليكم أيضا له فقرة أخرى يقول بالنسبة للطلاق هل يقع على المرأة إذا كانت في زمن الحيض هذا يراجع فيها المحكمة أو يجي للإفتة في الرياض أو يكتب سؤاله ويرسله للإفتة نعم أحسن الله ليك من قرأ الثلاث الآيات الأخيرة من سورة الحشر في النهار صلى عليه أكثر من سبعين ألف ملك حتى يمسي هل ورد ذلك؟ لا أعرف شيئا في هذا نعم تفضل يا أخي محمد من الرياض معنا على الخط السلام عليكم عليكم السلام الله أنتك العسل أنا سأل الشيخ هل يجوز الرجل أن يتزوج خالة زوجته أو عمته يعني بوجود زوجته نعم أعدي سؤالك أعدي السؤال هل يجوز الرجل أن يتزوج خالة زوجته أو عمتها بوجود زوجته يعني باسمه تفضل شيئا نعم ما سمعته نعم تعيد السؤال أو لأن السؤال لم يضح يقول مثلا الرجل يجوز أن يتزوج خالة زوجته لا يا أخي لا خالتها ولا عمتها نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا يقول كيف يتم التأكد من الأحاديث والمأثورات التي تصلنا عبر الإيميل كثرت بعض الأحاديث الضعيفة موقف المسلم من ذلك تسأل عنها المحدثين نعم أصحاب الفن وأصحاب الحديث المعروفين ما هو بالمتحدثين واللي يدعون علم الحديث تسأل المتخصصين في علم الحديث عن هذه الأحاديث أو تراجع الدواوين الموثوقة كصحيح البخاري ومسلم والسنن الأربع فإذا وجدت الحديث في أحد هذه المراجع فإنه يكون محل ثقة إن شاء الله وأما إذا لم تجده فتوقف عنه نعم أحسن الله إليكم تفضل يا أخي فواز فواز السلام عليكم عليكم السلام الله يحييك معك الشيخ صالح تفضل الشيخ لا يسمع أخوان السلام عليكم السلام عليكم سيخ صالح وعليكم السلام تفضل سؤالك سؤال يا شخ صالح في أخوي صار عليه حادث وتوفى نعم وطلع على سبب الحادث هو هل هو توفى الله يرحمه وتوفى اللي صار عليهم الحادث هل على هدية هذا السؤال الأول طيب خلني يجاوب الشيخ على هذا يقول بأن أخوه فضيلة الشيخ صار عليه حادث فتوفي الأخ وتوفي من معه يقول ماذا عليه ماذا علينا نحن الورثة هذا يرجع إلى المحكمة الشرعية لترى أسباب الحادث ومن هو المسؤول عنه لابد من التحقق من هذا عند المحكمة الشرعية والمحكمة تعتمد على تقرير المرور نعم بالنسبة للصيام هل على العائلة شيء هذا عند المحكمة هي لتقرر هذه الأمور جيد نعم أحسن الله إليكم تفضل السؤال الثاني يا قسرين نعم السؤال الثاني أخت ليت وفتت في نفس الحادث هل يجوز لجوجها السلام على والدتها على من يت على من يسلم على والد المتوفى نعم لعلك يا أخي الكريم أيضا ترسل مثل هذه الأسئلة لإدارة الإفتاء شكرا لك شيخ فضيلة الشيخ يقول هل الصدقها الجارية ما أخرجه الإنسان في حياته أم ما تصدق به عن أهله ومن بعده صدقة الجارية هي الوقف نعم يا شيخ الذي يستمر بعد وفاته هذا يصدقها الجارية نعم يسأل أيضا يا شيخ عن صرف الزكاة في بناء المساجد ينطبق عليه هذه الآية في شأن أهل الزكاة وفي سبيل الله لا المساجد لا تصرف فيها الزكاة وإنما تصرف فيها التبرعات وأما الزكاة فهي للمصارف الثمانية المذكورة في الآية والمراد بسبيل الله الجهاد الغزاة الذين لا ديوان لهم ولا رواتب لهم هذا في سبيل الله والسلاح في سبيل الله السلاح الذي يشترى للجهاد هذا والذي في سبيل الله أما أعمال الخير وبناء المساجد والمدارس فهذه من الصدقات والتبرعات نعم أحسن الله إليكم يقول الشيخ ما حكم المتاجرة في بيء الملابس القصيرة بالنسبة للأطفال والأولاد الصغار لا يجوز الذي لا يستر لا يجوز بيعه وهم آثمون في هذا لأنهم تعاونوا للإذم والعدوان نعم يسأل هذا السائل فضيلة الشيخ يقول ما الوارد في إهداء ثواب الأعمال الصالحة مثل الاستغفار والدعاء للأموات كما ذكرت الاستغفار للأموات والدعاء للأموات والصدقة عنهم والحج والعمر عنهم كل هذا وردت به الأدلة وينفعهم إذا تقبله الله نعم يقول حلفت والدتي أربعة أيمان بين كل واحدة فترة فكم الكفار عنهما بالمال أي ما مقدار المال الذي يدفع الأيمان فيها تفصيل إن كانت على شيء واحد قبل التكفير فبيئة كفارة واحدة وإن كانت على أشياء متعددة أو على شيء واحد لكن تكررت بعد التكفير فلكل يمين كفارة مستقلة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين أو عتق رقبة هذه الثلاث خير فيها فإذا لم يجد شيئا منها فإنه يصوم ثلاثة أيام فكفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب تخيير بين هذه الأمور الثلاثة وترتيب بينها وبين صيام ثلاثة الأيام أحسن الله إليكم الأخ السائل الذي أرسل هذا السؤال بالفاكس يقول فضيلة الشيخ صالح سلمه الله صمت رمضان والحمد لله وفي ثاني أيام شوال أصبت بحادث الزمن السرير حتى أواخر شهر شوال وأنا الآن في هذه الأيام في ذي القعدة أريد أن أصوم نية الستة أيام من شوال بنية الأجر والمثوبة هل يجب علي ذلك؟ يا أخي فاتت الست الست محصورة في شوال قوله صلى الله عليه وسلم أتبعه ستة من شوال فلا يقوم غيرها مقامة ولكن الباب مفتوح للتطوع بالصيام تصوم أيام البيض تصوم ثلاثة أيام من كل شهر تصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع المجال مفتوح ولله الحمد أحسن الله إليكم وبركة فيكم يقول الأخ معجب فضيلة الشيخ بالنسبة للدعوة إلى الله هل هي على أناس مخصصين أم أن كل إنسان يدعو إلى الله؟ الدعوة إلى الله على العلماء الذين عندهم علم فيما يدعون إليه يعرفون الحلال والحرام يعرفون الشرك والتوحيد يعرفون المعاصي والمحرمات والطاعات والقربات لا بد من العلم لا يدعو الإنسان إلا على بصيره قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعني لكن المسلم العامي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في الأمور الظاهرة مثل يأمر بالصلاة يأمر بالاستغفار يأمر بالطاعات يحث على طاعة الله عز وجل في الأمور العامة هما تفاصيل والتحليل والتحريم هذا لأهل العلم نعم أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ ورفع ذكركم في الدارين على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في لقاء الإربعاء جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم وبارك فيكم شكرا لفريق العمل في هذا البرنامج وشكرا لزميلي مخرج هذه الحلقة أحمد العتيبي وبقية الزملاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته